في هذا الفيديو سأشح لكم كيفية الدخول إلى سجل المشاهدة في تويتر أو في تطبيق X طبعا كما تعرفون التويتر لا يسمح لك بالذهاب إلى سجل المشاهدة أو لا يتميزه في تويتر تسمح لك بالذهاب إلى سجل المشاهدة والبحث على ما قمت بمشاهدتي والبحث عليه في تويتر في هذا الفيديو إخواني سأشح لكم طريقة تمكنكم من الوصول أو الدخول إلى سجل المشاهدة في حسابكم على تويتر أو في تطبيق X إذن لنبدأ الشرح وعود الشيء إخواني قبل بداية الشرح أنصحك بتحميل التحديث الأخير للتويتر فهذا يسمح لك بالحصول على أخر الميزات الجديدة في التطبيق تذهب إلى Play Store وتبحث على تويتر وإذا وجدت هنا مكتوب Update أو في هذه العلامة الزرقاء مكتوب Update تقم بالنقر عليها وانتظر إلى أن ينتهي تحميل التحديث الأخير بعدها تعود إلى تطبيق تويتر تنقر على هذا التطبيق تطبيق X بعدها إخواني ما الذي يستقوم به تنقر هنا في الأعلى على علامة البروفايل الخاصة بك ثم تنزل إلى الأسفل وتختار Settings and Support تنقر على السهم تظهر لك هدين الخيارين تنقر على الخيار الأول Settings and Privacy أو الإعدادات والخصوصية طبعا باللغة العربية إذا كنت تستخدم اللغة العربية في هاتفي أول شيء إخواني طبعا للذهب إلى طبعا بعدها انتظر إلى هذا المكان هذا المكان تنقر على الخيار Your Account في الأعلى ثم ما الذي يستقوم به نعزيز مشاهد تقوم بالذهب إلى Download and Archive Your Data Get Insights into the type of information stored for your account تنقر عليه تنطلق قليلا بعدها أن يطلب منك طبعا الباسورد سأكتب الباسورد وسأعود إليك الباسورد تكتب Next ثم تنقر على Send Code طبعا سيتم إرسال لك الكود في Gmail ثم تلاحظ أن تم إرسال الكود الآن سأقوم بكتبته وسأعود إليك إذن كتبت الكود ثم نقر على Next بعدها أنه إخواني ما الذي يستقوم به تنقر على طبعا تنقر على Request Archive بهذا الشكل كما تلاحظون الآن يقول لك We received your request to protect your account It can take 24 hours or longer for your data to be ready يعني يقول لك ستكون متواجدة حوالي 24 ساعة بعدها سيتم إرسال لك طبعا ملف Zip عند عدد على صيغة Zip فيه جميع ما قمت بتبحث عليه والقيام به في تطبيق تويتر بعدها أنت ما الذي يستقوم به يستقوم بفتح هذا الملف يعني تذهب بلاج جيميل وأنصحك باستخدام ملف Z Archiver لكي تفتح هذا الملف وتظهر كل ما قمت بالبحث عليه أو ستظهر ملف سجل البحث الخاص بك في تطبيق X إذن هذه يا إخواني كيفية الدخول إلى سجل البحث في تويتر أو في تطبيق X أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة والشرح أيضا أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله